المؤشرات الرقمية تشير أن هناك أكثر من مليون عامل أجنبي داخل بصورة غير شرعية فقط هناك 43 ألف عامل أجنبي تم تسجيلهم لدى وزارة العمل هؤلاء العمال يخرجون عملة دولار من العراق بمقدار أكثر من 6 مليار دولار سنويا بالنسبة للراتب الأساسي للعمال 700 دولار للشخص بينما العامل العراقي 270 دولار إذا قسنا العمال الأجنبية إلى مستوى البطالة بالنسبة للعمال العراقيين نتحدث عن 26.4 وبالتالي هذا تزاحم كبير بالنسبة للعمال الأجنبية ويأثر بشكل كبير على مستوى البطالة على مستوى الفقر على مستوى الاقتصاد على موضوع جور العمال ما يتعلق أيضا ببيئة العمل وتنافسها اليوم بدل ما نقدم كم هائل من فرص العمل لأبنائنا لشبابنا تحدث منافزة غير مشروعة خصوصا أن أغلب العمالة الموجودة الأجنبية هي عمالة بوافدة لكن داخلة بصورة غير شرعية سواء عن طريق السياحة أو عن طريق ما يتعلق بزيارات الدينية أو ما يتعلق عن طريق إجازات استثمارية أو ما يتعلق في موضوع التعامل من خلال جريمة الاتجار بالبشر أو الدخول من منافذ الهشة هذه قد تكون صور متعددة واليوم نحن مركزين على مجموعة من الدول اليوم عندنا ظاهرة العمالة تتعلق في موضوع البنغلاديش الباكستانيين الهنود السوريين هذه يمكن صور نمطية بدأت تتفاعل اليوم بدأت نتحدث عن مليون ما اتخذنا إجراءات ما صارت عندنا سياسات ما صارت عندنا معالجات نتجه إلى أعداد أكبر من هذا العدد وسوف يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني